هذه الحلقة برعاية جهاز ألعاب Acer Predator 2300 وللمزيد من المعلومات عنا شوفوا الرابط الموجود بالأسفل السلام عليكم اليوم في حلقة توب 10 بتكلم عن عشر ألعاب مجانية رهيبة تقدر تحملها على أجهزتك الآن ورح تلعبها لساعات طويلة وتوفر فلوسك لليوم الأسود في المركز العاشر في هذا اللعب الغريب من نظام هاكن سلاش رح تموت فيها كثير مع أن نظامها هاكن سلاش لأنها مايلا لطابع لعاب الار بي جي لأنها تقدر تلبس دروع ويكون عندك أسلحة مختلفة مهمة كفيها أنك توصل إلى أعلى دور قبل لا تموت في كل بداية مرحلة رح تطلع منه ثلسير وتروح تستكشف المرحلة تقتل لعداء تجمع لك الأسلحة والموارد بعدين لما توصل لنهاية المرحلة بتشوف الزلسير يعخذك للدور اللي بعده حتى توصل للدور اللي فيه الزعيم ولما تقتله تقدر ترجع مقرك وتعالج نفسك ومن ثم تستكشف دوار جديدة اللعبة إدمانية وبترفع ضغطك في لحظات لكنها تأخذ من وقتك كثير هذه اللعبة متوفرة على ستيم والبلاي سيشن 4 في مركز التاسع وارفريم وهي لعبة أكشن ربي جي بمنظور ثالث وفيها عامل لعاب التصويب وهي لعبة تطلب منك أنك تكون على الشبكة دائما بهذه اللعبة رح تلعب بالتنو وهم عرق من المحاربين والقدامة اللي صحوا من سبات طويل استمر لمدة قرون وحصلوا نفسهم في أرض مستقبلية وفي حالة حرب مع حزاب مختلفة من كواكب ثانية هذول المحاربين عندهم قدرات وأسلحة مختلفة يستغلونها عن طريق بدلاتهم اللي اسمها وارفريم حتى تقدر تنهي المهمات طبعا نسبة من المهمات الموجودة مصممة بشكل عشوائي عن طريق اللعبة نفسها وفي أيضا مهمان قصة خاصة تقدم مناطق واسعة صممت خصيصا من فريق التطوير هذه اللعبة لعبة صدرت في 2013 ولا تزال مستمرة بشكل قوي بفضل دعم مطورها المستمر وارفريم متواجدة على كل الأجهزة المنزلية والبي سي في المركز الثامن برول هالا إذا نكفي ألعاب القتالة الجماعية فهذه اللعبة رح تستمتع فيها أنت وثلاثة أشخاص الهدف فيها مو أنك تنقص طاقة خصمك بس تقعد تصفق فيه وتصفق فيه وتصفق فيه إلى ما يطير بره خريطة كل ما ضربت خصمك أكثر كل ما صار يمديك تطيرها أبعد خلال كل مباراة رح تنزل لك أيتيمات وأسلحة وتقر تاخذها وهذا بيعطيك الأفضلية اللعبة تشمه سماش بشكل كبير لكنها مجانية ومتوفرة على كل الأجهزة المنزلية والبي سي وهذا اللعب تدعم اللعب على الشبكة مع الدعم اللعب المشترك على كل الأجهزة في ماكس السابع فورتنايت لعبة البتل ريال الأشهر لكن قبل ما تصير الأشهر كان فيها طورين واحد اسمه سيف دوورد اللي بتقعد فيه أنت وثلاثة من أصحابك تتعاونون في تنفيذ مهمات والنجاة من المحوش يشبهون الزومبيز وتجمع موارد مختلفة وتبني مقرك الطور الثاني اسمه فورتنايت كرياتيف وهذا بيعطيك كل الموارد ويفتح لك المجال في إطلاق إبداعك في التصميم من مضامير إلى حلبات قتال والمزيد هذا غير طور البتل ريال المتغير طبعا الكل يعرف أنها موجودة عن كل الأجهزة والبي سي من مركز السادس دوتا 2 لعبة موبا من تطوير ونشر شركة فالف الأمريكية وتعتبر تابعا المود اللي اسمه Defense of the Ancient اللي أصلا كان مود من تطوير اللاعبين للعبة واركرافت 3 في دوتا 2 المباراة الواحدة تحط خمس لاعبي ضد خمس لاعبين وكل فريق مهمته هو حماية مقرة وكل اللاعبين يقدرون يتحكمون بشخصيات اللي معرفين بالهيروز وكل هيرو لها مهارة خاصة وتقدر تتفلت فيهم بأساليب لعب مختلفة إذا لاكثي لعاب التخطيط وعندك أربح أشخاص رائقين فلا تفوتكم دوتا 2 المتوفرة مجانا على ستيم في مركز الخامس رولر شامبين لعبة تتزلد من يوبسوفت اللعبة الآن تمر في مرحلة الألفة لكن تقدر تسجل فيها وممكن تجيك الفرصة في تجربتها اللعبة جاي خليط من بين لعبة جيتسيت راديو على لعبة راكت ليغ كل في ليغ بتكون من ثلاث لاعبين وعندكم مضمار وهدف واحد حتى تقدر تسجل هدف لازم تأخذ جولة كامل حول المضمار ولازم الكورة تكون في يدك إذا كملت لفة راح يفتح لك القول وتقدر ترمي الكورة على القول وتكسب نقطة لكن إذا كنت تحب المخاطرة فتقدر تكمل وتأخذ ثلاث جولات حول المضمار وإذا رميت الكورة على القول راح يحسب لك ثلاث نقاط لكن لازم تحرص ما أحد من أعضاء فريق المنافس يسرق الكورة منك أو يضربك ويطيحها منك اللعبة بتكون مجانية لما تسرع لكل الأجهزة ولعبين البي سي قدرون يسجلون في الألفة اليوم عن طريق الموقع وممكن تكون محظوظ وتشيك الفرصة في تجربتها في مركز الرابع داستيني 2 فريق بنجي دائما مبدع في صنع قصة الخيالة العلمي هذا الفريق قدم له لسلسلة هيلو المشهورة وعمل على جزئين داستيني في داستيني 2 راح تبدأ معركتك في حماية آخر مدينة على الأرض من الجيش الفضائي الكبال في محاولتهم سرقة نور المدافعين طور القصة كامل مع بعض الأطوار الثانية بتأخذ منك عشرات الساعات عندك أكثر من أربع كواكب تستكشفها مع مشاهد سينمائية رهيبة وتنويع كبير في الأسلحة هذا غير أن أسلوب التصويب الموزون من ألعاب منجي اللي يخليك تدمن اللعبة الآن تبدون أن تلعبون قصة نصصية كاملة وبشكل مجاني على البلاي سيشن 4 والإكس بوكس 1 والبي سي في المركز الثالث فورزا موتور سبورت 6 ايفيكس النسخة المبسطة من الإصدار الأساسي اللي نزلت في 2015 وصدرت بشكل مجاني مع ذكر النظام ويندوز 10 وهذه تعتبر أول لعبة فورزا تصدر على أجهزة البي سي وقبل هذا الأسدار اللعبة كانت حصرية على أجهزة الإكس بوكس هذه سلسلة معروفة بتصاميم المضمارة الخلابة ودقة التفاصيل العالية على السيارات نفسها إذا ما لك في لعاب التصويب والأكشن فهذه اللعبة بتعطيك 12 حدث خاص تتسابق فيه مع 63 سيارة مختلفة في المركز الثاني اي بيكس لجند المطورين المبدعين ريسبون المعروفين في صنع سلسلة تيتن فول وأعضاء فريقهم المكون من المطورين صنعوا برضو سلسلة كولوف دوتي فاجأونا السنة الماضية لما نزلوا لعبة الباتل ريال المميزة اي بيكس لجند في هذا اللعبة عندك أبطال مختلفين وكل واحد عنده قدراتها الخاصة هذا غير أسلوب لعبها السريع اللي ما رح تحصل زيها في باقي ألعاب الباتل ريال كل جولة رح تبدأ مع شخصيين غيرك وتحاولون فيها النجاة وتخلص من باقي الفرق إذا اللعبة على اللاعبين الثانين مبجوك فاللعبة قدمت أطوار مختلفة تسمح لك تلعب لوحدك اللعبة تميزت بشكل سريع من باقي ألعاب الباتل ريال وعندها طريقة فريدة في تشويق عن الشخصيات الجديدة قبل لا تنزل مثل تواجد تلميحات في المراحل اللعبة متوفرة الآن على إكس بوكس وان والبلاي سيشن فور والبي سي مجانا في المركز الأول كولف دوتي وورزون أحدث لعبة باتل ريال متوفرة وتدعم حتى 150 لاعب نفس المرحلة اللعبة فيها طورين وهم بلندر وباتل ريال الكاش في هذه اللعبة يلعب دور مرة مهم لأنه إذا مات أحد أعضاء فريقك تقدر تستعمل الفلوس اللي جمعتها حتى ترجعه ولا تجيبك السريك مرات حتى تقدر ترجع حتى لو ما عندك كاش لما تموت رح تنتقل المكان اسمه القولاك وهنا أنت واحد ثاني مات في المعركة رح تلقاتلهم بعض واحد ضد واحد مثل نظام قنفايت والفائز يقدر يرجع للجيم الأساسي من جديد حاليا إحنا مرة مستمتعين بكولف دوتي وورزون وننصح الكل في تجربتها وهذه كانت عشر ألعاب مجانية رهيمة شاركونا بالتعليقات بألعاب مجانية تنصحون فيها كان معكم نوف النغموش ويعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة